أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إنقاذ 44 مهاجرا بينهم نساء وأطفال من دول غرب أفريقيا كانوا تائهين في صحراء شمال النيجر أثناء سعي هملة دخول إلى ليبيا وفقا لوكالة الحماية المدنية في نيجر ظل المهاجرون عالقين في الصحراء لمدة يومين بعد أن تخلى عنهم السائق من جراء تعطل السيارة ونقلتهم لاحقا السلطات إلى مركز عبور حيث يتلقون مساعدات إنسانية أساسية حسب وكالة الأمم المتحدة معنا من تونس ديبلوماسي السابق عبدالله العبيدي سيد عبدالله مرحبا بك معنا دائما عندما تكون هناك كارثة وضحايا أو عمليات إنقاذ لعدد كبير من مهاجرين أو لاجئين مروا بظروف مأساوية حقيقة نتذكر هذا الملاف وتطرح الحلول والأسباب وما إلى ذلك هل هناك جدية في معالجة هذه القضايا في مواجهة الجريمة المنظمة والعصابات لتقف وراء هذه المآسي أستاذ عبدالله برأيك وكيف السبيل لمواجهة هذه الظاهرة أيضا؟ الجدية موجودة بس يعني الآليات غير موجودة هذا مسلسل مأسوي متواصل منذ سنوات منذ تفككة السلطة المركزية في ليبيا ومنذ اختفى نظام القدافي الذي كان يسيطر على حدوده لا ننسى أن حدود ليبيا تقريبا طولها 6 ألف كيلومتر ونعلم أن ليبيا نفسها مفككة والأزمة الأخيرة الكارثة الأخيرة هي مؤشر على اهتزاز الأوضاع في الأولى الأخيرة ببضعة أيام قبل ذلك ونعلم أن هناك شبكات عابرة للحدود عندما ينهار ويتفكك النظام المركزي ويفقد إمكانيات السيطرة على الأوضاع تتدخل الشبكات ونعلم أن شبكات هذه مسلحة وتعنى بالتهريب وكل ما من شأنه أن يسمح لها بجني المال وعملية التهريب يعني الاتجار بالبشر وتهريب البشر من بلد إلى آخر نعلم أن هناك بلدان مصدر هذه الهجرة الغير نظامية التي هي بلدان جوار ليبيا وليبيا هي المعبر الأساسي يقيم خبراء الهجرة الغير المنظمة يعني الهجرة الصادرة من ليبيا بنسبة 80% من مجمل الهجرة الغير المنظمة ونعلم أن ليبيا في الأولى الأخيرة تفككت السلطات فيها وتنحرت وهناك فتنة دائمة في ليبيا وهذا ما يشغل السلطة الرسمية على مقاومة هذه الظعرة ولكن بالنسبة لهذه الطرق عموما تكون خطيرة غير مؤمنة مناطق حروب مناطق اشتعال مناطق إرهاب وما إلى ذلك يعني سواء عبر الطريق ليؤدي إلى ليبيا ومنه المتوسط إلى الدول الأوروبية أو غيرها لكن هل الجهود هي نفسها في توفير الحماية وفي التأمين أيضا للحدود كما هو الأمر على الشريط الساحلي من أجل الأمن الساحلي أو الخفر السواحل في آخر حدود حتى لا يعبروا للطرف الآخر وثم ثلاثة مراحل يعني مراحل البلد المصدرة ثم تحرك هذه المجموعات داخل التراب الليبي إلى أن تصل إلى شطوط ليبيا شطوط المتوسط ثم يقع نقلها وفي كل مرحلة هناك مجموعات تهريب تجني الأرباح من هذا وليس هناك سلطة حتى أوروبا عندما حاولت عبر مؤسسة أو وكالة النقاط العشر يعني ما يسمى باللاتينية فرونتكس يعني كانت شيئا ما عنيفة تصدت لها المجتمع المدني وحاربها وكون مجموعات لإنقاذ هؤلاء المهاجرين داخل البحر الأبيض المتوسط وعلى هذا الأساس يعني يأمى العنف وإلا ترك تواصل هذه إليجرة الغير النظامية ولكن برأيك أستاذ عبدالله ألا ترى أن النتائج جاءت عكسية يعني هذا النهج السلبي العنيف من الجانب الأوروبي ألا تتحمل مسئولية في أن حتى طريقة العبور والمتاجرة بهؤلاء ومآسيهم باتت أشد خطورة أشد خطورة طبعا وأشد مأساة خصوصا وأن الخدافي كان يضخ أموال هائلة عندما كان نظامه مستقر أموال هائلة بإفريقيا للاستثمار وخلق مواطن الشغل يعني أوروبا التي تتشدق منذ زمنا بعيد بحقوق الإنسان إلى غير ذلك عندما تكون في مواجهة هذه الحقوق مباشرة وعندما تمس مصلحها تتحول إلى وحش يتصرف مع هؤلاء البشر كما لو كانوا يعني أحوش هم كذلك هذا المشكلة أن أوروبا اليوم ليست على نفس الوتيرة وليست هناك أنظمة كل الأنظمة المتشاطئة مع أوروبا متشاطئة مع البحر الأبيض المتوسط بالأحرى يعني ليست مستقرة لتتعاون ند لند مع البلدان الأوروبية لخلق حلول مستدامة وتراعي كرامة والبشر هذا الصادر عن هذه البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة طيب طالما الأوضاع في ليبيا غير مستقرة لا نتوقع أي حلول أو حسم لهذه أظاهر قريبا برأيك أستاذ عبدالله خاصة أن هناك أطراف أوروبية يربون على رأسها إيطاليا التي دائما تسارع إلى عقد اتفاقيات بما فيها مع ليبيا حتى في ظل الانقسام السياسي والحكومي لأنها لأن إيطاليا أكثر تضررا ونعلم أن القدافي كان يتعامل معهم ووفروا له أسطول كامل من زوارق بحرية لخفر السواحل وطائرات للاستطلاع وكل الإمكانيات يتحكم في هذه الظاهرة هذا فضلا على أن نظامه كان مستقر وكان يتوفر على إمكانيات ذاتية تسمح له بذلك وكان حتى يوفروا له المال للتصدي لهذه الظاهرة وكان بين الحين والآخر يهدد العقيد معمر قدافي بالسماح لما ينهز المليون ونصف المليون من الأفارقة المستقرين أو العابرين لليبيا للعبور إلى أن كان يهدد بهم لكن الآن ليست هناك ترف مقابل في الضفة الجنوبية للبحر العبودمات بما فيها تونس ونعلم أنه لو لم تكن الجزائر وهذا الأساس والتونس إلى حد ما ماسك حدودها لكانت هذه الظاهرة أكثر تفاقما وأكثر مأساة ولكن هل هذه تقدم حلول برأيك أستاذ عبد الله حتى في إطال هذه الاتفاقيات وضبط الحدود هل تقدم حلول خاصة ربما في بعض التقارير السودوية لتقدم أن المأسل طالما أن البلدان الجنوب المتوسط ليست مستقرة لن يكون حتى التقديرات الأمم المتحدة ربما بأخطط في حركات الهجرة بالنظر للتغيرات المناخية بالنظر لأزمة الطاقة بالنظر للأزمة الغذائية وما إلى ذلك ربما النظرة المستقبلية أسوأ نظرة المستقبلية مأسوية حالكة لأن هؤلاء البشر هم يأسون ومع اليأس ليست هناك حلول إلا أن تجابه حاجيات البني آدم شكرا جزيلا لك من تونس ديبلوماسي السابق عبد الله لعبيدي شكرا جزيلا